دكتور محمد سديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضوة جمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري أهم الوقائع اللي أوردتها مؤخراً منظمة الصحة العالمية حول الأورام إنها تاني سبب رئيسي للوفاة في العالم سنة 2015 تسببت في وفاة أكتر من 8 مليون شخص بمعدل يصل إلى وحدة تقريباً من أصل 6 وفيات على صعيد العالم معظمها في البلاد المنخفضة ومتوسطة الدخل وإن تلت وفيات الأورام تقريباً بسبب عوامل الخطر السلوكية والغزائية زي ارتفاع كتلة الجسم والنظام الغزائي الخاطئ وقلة النشاط البدني والتدخين اللي بيمثل 22% من أسباب الوفاة بالأورام والكحول الخسائر السنوية على الاقتصاد العالمي من جراء الأورام وصلت سنة 2010 لأكتر من تريليون دولار ومع كل الأرقام والوقائع المخيفة دي يبقى الأمل في هزيمة الأورام والحد من انتشارها قائم خاصة مع التطور العلمي والتقني المستمر ومع الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة مع الطبيب المختص أهلاً بيكم النهاردة حلقة مهمة للغاية وخلينا نبدأ الحلقة بحاجة جات في تماغي لإني زي من لما كنت بتكلم على أورام المخت تحديداً كنت دايماً بستشهد بالسينما المصري لأن السينما أيام ما كنت بتكتب مواضيع جميلة جداً تمس قضايا في منتهى الأهمية فيه فيلمين اتعاملوا اليوم قيمة كبيرة جداً جداً فيه نقل وعي الناس حول أورام المهار فيلم الأولين اسمه حبيبي دائماً لله الرائع العبقاري الله يرحمه الأستاذ نور الشريف والأستاذ أبوسي والفيلم ده انتم شفتوه بتفرجوا عليه كتير قوي بيه في تلفزيون كتير قوي وبيحكي عن واحدة عندها أورام المخ ورام المخ والحقيقة الفيلم اللي كتبه رجع لمرجعها علمية طبية عشان يتكلم يشوف بقى الصداع يتكلم على الصداع في الفيلم يتكلم على الصداع العنيف يتكلم على الورم بس كان العيب الوحيد أنه نهايته أشارت إلى أنه ورام المخ ينتهي نهاية مأساوية ده مش موجود دلوقتي في كتير من الأحوال في أورام المخ دلوقتي فيه جراحات ناجحة جداً لها في فيلم تاني ده بقى اتعمل بشكل رائع للغاية وهو كان برضو الأستاذ نور الشريف فيه بس هو اللي كان عنده الورم اسمه لا تبكي يا حبيب العمر ودي قصة حقيقية حصلت بالفعل في الأصر العيني من سنين طويلة لأستاذ كبير في الوقت ده في الأصر العيني وكان عنده ابنه عنده ورم في المخ وحصلت مضاعفات من الورم لكن برضو كان بيحكي يعني إيه ورم في المخ والأعراض فنبه الناس ما هو الناس لازم تتنبه لأنه كتير من الناس بيجي لها الصداع بس هو السؤال إمتى أشك وقلق إن الصداع ده لا مقلق ده لازم أكشف بسرعة غير الصداع شوية إرهاق مسطع شوية جنوب أمفية صداع بسبب إن أنا ما نمتش مبارح صداع بسبب إن أنا زودت شوية في القهوة صداع بسبب إن أنا ما خدتش حبيت الضغط في معادها كل ده غير صداع الورم صداع الورم ده شيء تاني في مشكلة تانية في الأورام إنه أحيانا بعض الأورام تيجي بدون أعراض واضحة ودي مشكلة ما بتجيش بصداع ما بتجيش بفومتينج زي كلاسيك ويلة نفهمه النهاردة عن الورم في أورام مخادعة في المخ في أورام في حتة لها مزنق زي الغدن النخامية جنبها العصب البصري أو جنبها تقاطع العصب البصري في أورام بتيجي ما بين المخخ وجزع المخ حاجة اسمها سي بي سيربيلو بونتين أنجل تيومر أورام بتيجي في زاوية معينة في المخ تعمل أعراض أصعب سؤال لو أنا عايزة باهد دفعة سؤال أحطها لهم في المخ والأعصاب أقولوهم discuss print humor اتكلمني على أورام المخ مش هيجي طبعا كده بس هيجي سؤال منقو يعني فيه كل حاجة في المخ والأعصاب لأنه ممكن ورام المخ يعمل تغيرات كتيرة في الشخصية ممكن يعمل ضعف ممكن يعمل مشاكل في الإحساس يعمل عدم انتزان يعمل عدم رؤية كيدة يعمل العسبة في الكلام هنفهم النهاردة أورام المخ وقصتها وحواراتها طبعا ده غير أورام الغد لأنه خبير اللي نتكلم عنها بالتفصيل لأنها مرتبطة بشغلين احنا يعني أورام المخ المرتبطة بالبرولاكتين هرمون اللبن عند الرجال أورام المخ المرتبطة بضمار الغدنة النخمية حالة شهان أو سيمونز سيمونز زيز مرة سيمونز اللي هو مفيش غدنة نخمية شغالة بسبب أورام ضمارة قصص مسيرة جدا في أورام المخ أكيد تستمتعوا بيها مع ضيف العزيز أو قيمة العلمية الكبيرة والاسم القدير الكبير في عالم المخ والأعصاب واحد من سوبرستر هذا المجال لأستاذ دكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري بكلية طب أصل عيني جماعة القاهرة وعضو جمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري واحد من سوبرستر المجال ده أهلا بيك دكتور هويدي أنا محرجة تستمتعين أحيشني جدا جدا حزك أكتر الله كيف يعرف المريض أن لديه مشاكل فيه خاصة بأورام المخ هو في البداية يعني عايزين نعرف يعني إيه ورام عشان نقول بعد كده بقى إيه الأعراض وإزاي الواحد يقدر يكتشف تعرضه أو إصابته أو حتى يعني نستبعد قصة أن فيه وجود ورام أو عدم وين الورام هو في كل مكان في جسمنا ممكن يحصل بس الورام تعريفه أن فيه خلايا من اللي كانت طبيعية وموجودة بدأت تنقسم بشكل عشوائي فبدأت حجمها يكبر ويزيد منها اللي بدأ يضغى على الخلايا السليمة أو يلغي وظيفها أو حتى يعني يسبب أعراض تانية بعيدة عن المكان اللي فيه الورام نفسه يعني الورام بيطلع من الخلايا اللي هي أصلا موجودة يعني الورام ده مش بيجي حاجة مبارا وتتزرع والأورام عندنا في المخ بالذات يعني هي أورام منتشرة يعني في الأيام دي بالذات بيجينا بنسمع عليها كتير لأن زادت المعرفة بالأورام وبدأت الناس تستوعب والناس تدور وسائل التشخيص بقت أفضل أشياءة الرنين بقت متوفرة فالحاجات زودت نسبة اكتشاف الأورام الأورام لما نيجي النقشها هنقول الأورام يا إما حاجة طلعة من المخ يا إما حاجة دخل على المخ اللي طلعة من المخ هي طلعة من خلايا المخ سواء الخلايا نفسها بتاعت المخ أو الأغشية اللي حوالين المخ أو العظم بتاعت الجمجمة أو الأوعية الدموية اللي هي موجودة جواه المخ يعني حاجة تركيبها كله جواه الرأس طيب النوع التاني اللي هو بيبقى جاي من مكان آخر من مكان آخر ده زي إيه؟ يعني مثلا ممكن يبقى عنده أورام في الرئة أو عنده أورام في الجهاز الهضمي كبد أو عنده أورام في الكبد أو عنده أورام في العض أو حتى ورام مدام ممكن يبعد الأورام السنوية توصل إلى المخ نفسه فالأورام بيئم أولية أو سنوية الورام بيختلف في أورام بتيجي في الصغيرين وأورام بتيجي في الأيج وفي أورام بتاعت الكبار الأورام برضه لما نجي نتكلم فيها في أورام يطلق على أورام حميدة اللي هي يعني أقل خطورة أدي نقوم وأورام تانية بنسمى أورام خبيثة الأورام الخبيثة اللي هو ورام بدأ يتصرف يعني يتجنن خلايا بتاعته تجبر بشكل عشوائي بدأت تعمل أزية جدا جمدة جميلة جدا في المخ حتى لما بنجي نعمل لها عملية أو نستقصيلها ما بنقدرش نشيل ورام كله يا إما نتيجة الانتشاره في مكان آخر أو صعوبة المكان اللي هو موجود فيه الأورام بتختلف كمان بالنسبة للعمر يعني فيه أورام تيجي في الفئة العمرية الصغيرة في الأطفال يعني السن الصغير مليئة من سن سنة لحد سن عشر سني واثناشر سنة وفيه أورام تيجي في الميدل إيج في العمر الوسطي وفيه أورام تيجي في السن الكبير الأعراض بتاعت الأورام بتختلف على حسب هي جاية في سن قد إيه وجاية بحجم قد إيه وجاية في مكان إيه يعني ما خدت بها الحركة فيه عندنا أعراض عامة يعني الورم لما بيجي في المخ من أول حاجات اللي بيعملها بنسميه ارتفاع في ضغط المخ ارتفاع في ضغط المخ يعني الضغط الداخلي اللي جوه المخ اللي زي ضغط الدم كده عندنا جوه المخ فيه ضغط الضغط ده لما بيعلى بيبدأ يعمل ليه أعراض أول عرض من هذه الأعراض هو الصداع بس مش كل واحد عنده صداع يبقى معناها عنده ورم الصداع لها هو أسباب كتير جدا من أكتر مرض له أسباب هو الصداع اللي هي بيبدأ من أول أنيميا واللي عنده ديدان في بطنه لحد اللي عنده رنف المخ أو نزيف أو جلطة أو مشاكل في العينين أو في جيوب العنفية والضغط والسك حاجات دي كلها بس الصداع بتاعنا هنا بيبقى له خاصية يعني ده الصداع ليصح الواحد من النوم يعني ممكن أبقى نعم كويس جدا وأقوم النوم بالصداع رهيب جدا الصداع ده بيصحبه دايما حالة من القيء أو الترجيع والترجيع بتاعه غريب يعني مش شرط أنه يكون واكل مش واكل بس أه ولازم يرجع والترجيع بتاعه بنسميه ترجيع بروجكتايل اللي هو بقى إيه مفاجئ مفاجئ وبيحدف لقدام يعني بيغرق الحواليه مايقدر شوية يتحكم فيه ممكن يجيب نوبات صراعية وده كتيرا نشوفه يعني بداية ظهور المرض إن فيه واحد بيجيله نوبات صراعية هو كبير وما كانش عنده مشاكل بس فجأة بدأت تجيله الصراع في الكبار لازم ناخد برنا منه جدا لأنه ممكن يكون المسبب له هو وجود ورن في المخ ممكن ييجي بتأثير على الإدراك والوعي يعني فيه ناس احنا عارفينهم ناس كويسين ومحترمين مؤدبين ومهزبين وفجأة ليه بدأ عنيف جدا ويزعق جامد جدا أو واحد مثلا بقى في الشارع ويخلع هدوم ويمشي واحد بدأ الكلام بتاعه تغير اللغة تغيرت الرجل ده ما كانش كده قبل كده ثلاث حاجات تفكروا فيهم دايما لما تلاقي تصرف غير طبيعي من إنسان محترم يعني واحد جارك محترم جدا فجأة طلع في الشباك أو في البلكونة وبيشتن في جرانه ثلاث حاجات تفكروا فيهم أولا الخفض السكر ثانيا غيبوبة كبدية أو قرب الغيبوبة كبدية ثالثا أورام المخ دول الثلاثة اللي تفكروا فيهم لأنه احنا عندنا جزء من المخ ومهم جدا اللي هو جزء بتاع الإدراك والوعي والتصرفات ده في الجزء الأمام من المخ فيه ناس تانية تبدأ مشاكلها مع المشي والحركة يعني تلاقي بيحدف على جنب هو كان بيعرف يمشي كويس بقى بيحدف على جنب كان بيعرف يطلع السلم بقى فيه صعوبة في طلعه السلم وأخذ برحلة أو نلاحظ إن بدأ جنب اليمين كله مثلا أو الشمال يحصل فيه ضعف كان بيقدر يمسك القلم مش قادر كان بيقدر يأكل بالمعلقة مش عارف يعني حدوث ضعف في البدايات كده ناخد بالنا يبقى فيه عندي مشكلة في المخ اللازم أدور عليه التغير في الإحساس يقول لك أنا أداية ديت ما بحسش به صوابعي مش بحس به لازم يفكر في الخصة بتاعت المخ تغير السلوك بقى يعني مثلا ما كانش كان بيتحكم في البول ما عادش بتحكم بدأت الدنيا تتغير التغير الهرموني لأن المخ فيه غدة وفيه جزء من المخ ومسيطر على هذه الغدة الغدة المهمة جدا نسمعها الغدة النخامية بتفرز هرمونات مسؤولة عن النمو بتاع جسمنا ومسؤولة عن التحكم في البول والإخراج وكمية البول ومسؤولة عن الإفراز بتاع الهرمونات في الجسم بتاعنا وتكوين اللبن والرضاعة الطبيعية والحاجات دي كلها ساعات تلاقي واحد قزم جدا يحصل حالة تقزم أو ساعات تلاقي حصلت حالة عملاقة بقى ضخم وجيبه الأنفاية كبرت وحجمه جيجانتزم جيجانتزم ساعات تبدأ التالي أو أكروميجالي إنه ما يطولش بس يعني أطرافه هي التي تتعامل الأطراف تضخم يعني مقاس الجسمة يتغير كل شوية دي لو بيربس دبلة أو بيربس ساع الموضوع بتغير الملامح ونفسها تتغير كل الملامح دي بتتغير وفيه بقى كمان النهاردة بقت كتيرة بقى اللي هو التغيير الهرموني يعني مثلا بيجينا كتير جدا متشخصين من عند كثرة أمراض النساء والأولادة واحدة مش بتحمل أو راجل ما عندوش انتصاب أو فيه مشاكل في الخصوبة يدور في الهرمونات تلاقي فيه خلل فين في الغودة النخمية في الوظائف بتاعة الغودة النخمية فبتبدأ تأصر الأعراض بتاعتها الأورام دي لازم ناخد بقى اللي بعملناها سواء صداع سواء حركة سواء تشنجات أو إغماءات سواء عدم اتزان سواء تغير سلوكي كل الكلام ده لازم نبدأ ننتبه فالواحد أول ما ينتبه مفروض يعمل إيه ما نعودش بقى نعبي بقى بندول ونعبي مسكنات ونعبي حاجات مخدرة وفلان ده بياخد الدول فلاني يده هنا نبدأ ناخده أول حاجة لازم نروح للطبيب المختص الموضوع أنت بتقول أعراضك بتقول أنا عندي كذا 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 الدكتور بيبدأ يربط الموضوع كله لأن بتفرق الأعراض دي في السنة الصغيرة لأن الأطفال ما بيعرفوش يشتكوا فاحنا بنعمل لهم اختبارات وفحوصات معين نبدأ نشوف الفحص الإكلينيكي ده مهم جدا أن احنا نايم العيان ونشوف ردود الفعل بتاعته العصبية بتاعته قوة العضلية حجم العضلات في النحيتين تنسخ الجسم يمشي قدامنا بيمشي بيعرف يمشي أو لم يقدرش يقف الحاجات دي كلها مهمة جدا في الفحص اللي هو بنسميه الفحص السرير أو الفحص الطبي اللي بعد كده لازم ندور على المشكلة بفحوصات مختبرية أو معملية أو بأجهزة أشعة نبدأ ندور بقى نعمل أشعة أنسب أشعة للمخ هي أشعة الرانين مغناطيسة ممكن نبدأ بأشعة الرانين مغناطيسة وبعد شو نقول آه ده احنا محتاجين استكمال لأشعة الرانين برانين بالسبغة إن احنا نضيف سبغة أو بنسميها المظهر عشان يبين لي الورم الورم ممكن يبقى موجود في المخ في الجزء الأمامي فبنسميها أورام الحفرة الأمامية في منها ما هو ملتصق بالعضم بتاع الجمجم دي أورام بتبقى بنسميها أورام ليفية أو أورام حميدة دي بتبقى كويسة آه ماشي كويسة بس حجمها بيبقى كبير والوصول إليها بيبقى صعب في أورام بتبقى جاية عند المنطقة بتاعت الاتزان بتاعتنا عند جزع المخ في أورام بتبقى مسكة في المنطقة بتاعت الأعصاب إحنا عندنا فيه مجموعة بنسميها الأعصاب الدماغية سواء زي أعصاب الحركة بتاعت العينين أعصاب البلع أعصاب الشم أعصاب الجسم الرئيسي أكوسيك نيروما بتتأثر يعني ممكن الحاجة تكون في السيربيل المنتين أنجل ممكن تبقى موجودة سواء منينجيوما أكوسيك نيروما أو حاجات من الحاجات اللي هي الساركومز والحاجات اللي بتبقى موجودة هنا أو في جزع المخ نفسه أو في الأغشية المحيطة بالمخ الموضوع طبعا هنا بيبقى موضوع كبير يعني إحنا مش بنتكلم بنقول دلوقتي أنه هو ده العدد بس عشان نعرف نقول إيه إن مثلا أمريكا اللي تعدادها مثلا 350 مليون بناء آدم سنة 21 اتشخص 80 ألف حالة أورام في المخ رقم كبير رقم كبير نسبة حدوث الأورام بقى اللي هي حميدة وخبيثة النسب دي بتختلف على حسب المكان بتاع الورام بنعرف المكان ده بيطلع هنا ده بيبقى حميد ما نقلقش منه الكورتكال مثلا من جيومز والماز دي كل أكلها أورام حميدة بتاع لغدى النخمية معظمه حميد معظمه معظمه كل حميد اللي بيجي بقى في الحفرة الخلفية من المخ لأ نستنى شوية لإنه ممكن يبقى كده أو كده فالموضوع هو مهم نمرة واحد إن إحنا لازم لما يبقى عندنا أعراض ندور على إيه المشكلة ما نستسهلش لا بمسكن ولا بعلاج مأخوز قبل كده ولا حاجة الأشعات فيصلية ساعات الأشعات نفسها برضو يعني ما بتدنيش صورة كاملة الأشعات بتوضح للموضوع بنسبة 96% لكن أنا عندي 4% بابقى مضطر ساعات إن أنا أدخل عشان أخد عينة أعرف ده إيه يعني من ساعاتنا بيبقاش واضح الورم طبيعته علشان هنعرف هناخد القرار اللي بعد كده هل ده هتدخل معاه جراحيا ولا ده ورم من النوع الخبيس اللي هو محتاج تدخل بالإشعاعي وأنواع الإشعاعات مختلفة ولا ده بيحتاج كيماوي ولا ده المرحلة بتاعته متقدمة جدا ولا في بدايتها ولا الجريزة بتاعته إيه بس في حالات أنا شفتها ويعني تابعتها خدعت الكثيرين الحالات دي جاء ورم في الفصل أمامي في المخ في الفرونت اللوك تمام ففي الهيستوري مافيش هيدك ولا فومتينج الفصل أمامي في المخ مساحته كبيرة في الورم ما بيعملش انكريز في الانترا كرينيا تلينجا بيزودش ضغط المخ بشكل كبير تخدعت الكثيرين وعدت على بعض الزوملة يعني بلكده إنها ما تشخصتش لأنه مفيش أعراض هيدك مفيش ولكن في بقى أعراض تاني لفت النظر اللي هو التصرفات فيها خلل بتصرف تصرفات فيها خلل ماهو إحنا لازم بتبقى عنينة على كل حقيقة وكل كلمة بتتقالي بتبقى مهمة جدا بيقولك أصل هو ما كانش عاصبي بقى عاصبي فجأة بالزبط ها بقى وهو نايم يقعد يخطرف بكلام كتير وما كانش بيعمل كده يعني دايما الأعراض اللي بتلفت انتباهنا هي الأعراض اللي مكانتش موجودة وبدأت تظهر معانا في مرحلة ما كان مؤدب وبدأ يرد الطريقة مش مؤدب لا ده بيبقى فيه الموضوع بيقى صعب جدا يعني فيه ناس بتبقى ساعات بتبقى الحياة معاهم مستحيلة لأنه بيبقى عنيف جدا ممكن يجي له تهيئات بصرية سمعية نوع من الهلاوس كده وبتاعه يبقى very aggressive ويبقى عدواني ممكن يعوّر حد ممكن يتبع حد ممكن موت حد ويطلع الموضوع في الآخر إن أنا عندي ورم في المخ أخذ برحارج فالقصة بتاعة الأورام هي قصة مهمة جدا إن إحنا لازم نفهمها مين أخطر أورام في المخ؟ إحنا بلقول أخطر الأورام هي الأورام اللي إحنا بنطفق علىها الأورام الخبيثة اللي هي الأورام اللي بتطلع من الخلايا نفسها البنائية بتاعة المخ اللي إحنا بيسميها الجليومز جليومز إحنا عندنا فيه جليومز دي تبقى طبعا بدرجاتها كلها دي بتبقى كبيرة وشديدة الخطورة ليه لأنها سريعة الانتشار وسريعة الارتجاع يعني احنا عندنا أورام في المخ بنسميها أورام مرتجعة يعني الورام بطبيعته هي خلايا هتبدأ تنقسم وتكبر ها إزاي ما احنا شايفينه في الفيديو كده هي خلايا بتنقسم تمام الانقساب ممكن يقف عند مرحلة معينة ويقولك بس أنا وصلت للمرحلة دي أو بينقسم ببطء شديد جدا ودي من سماية وخواص الأورام الحميدة إنها بطيقة النمو ها مش سريعة ولا تخترق الأنسجة المحيطة ها واخد برحلة داك يعني ممكن يبقى أنا عندي المخ نفسه ها الأغشار اللي حواليه طالع منها ورم اللي بنسميه ورم ليفي أو ساعات الناس بيطلق عليه مثلا كيس دهني في المخ لايبوم يعني استسهال لايبوم أو من الجوبه بيطلق على نفس الكلمة يعني ها ها واخد برحلة داك لكن الورم الحميد بيحترم الأنسجة بتاعت المخ يعني لو هو طالع من الأغشار اللي حوالي المخ ما يخترقش المخ نفسه يضغط عليه يفعصه ها يعني احنا فيه أشاعات بتبقى موجودة بنشوف الورم نفسه واخد نص المخ اليمين مع الدين لنح الشمال ضغط عليه تماما عامل أعراض كتيرة بس هو احترم نسيج المخ ولم يخترقه هنا لما بنشيل هذا الورم الموضوع بيبقى خلص يعني هنا القرار برضو مهم جدا طيب هو القرار دا هناخده بنانا على ايه احنا بنجمع الصورة بقى على بعضها العمر الحالة العامة بتعطي المريض نفسه لانه ساعات بيجينا مريض مثلا ربنا يشفي الناس جميعا بيعمل غسيل كلاوي وعنده فيروس في الكبد وعنده ورم في المخ الحزبة بتاعتك انك تدخله قوضة عملات دي صعبة واختبال حدك يعني فيه بتبقى ساعات الموضوع بيقى صعب جدا في حد بيبقى عنده مشاكل في الرئة او حد بيبقى الورم انتشر في جسمه بدرجة بقت خلاص انت مش هتقدر تلحق اللي بدأ ينتشر في العظم او ينتشر في الرئة او ينتشر في اماكن تانية واختبال حدك عايزة اسأل على الاستسأة تحديدا يعني الاستسأة حالة بتيجي في كتير حالات من حالات الاورم بتيجي لوحدها احيانا الاستسأة ايه قصته مع الورم الاستسأة ده بقى بنشوفه اكتر استسأة المخ استسأة المخ يعني ايه هو السائل بتاع المخ زاد استسأة المخ يا اما بيجي الافرازات دي زايدة بتاعت السائل النقاعي فزادت جدا جدا جوه المخ وده بيحصل في الاطفال معظمهم وده لا يصاحبه باورم وفيه نوع تاني بنسميه ابستراكتف ابستراكتف يعني ايه يعني مثلا واحد عنده ورم في الحفر الخلفية من المخ السائل النقاعي ده بيتفرز من جوه تجاويف المخ ولوه قنوات يمشي فيها ويبدأ يتصرب لحد ما يوصل لاماكن معينة في المخ من فوق كده عشان تتم الدورة هذا السائل يفرز ويلف ويمتص والدورة دي بتمشي احنا عندنا السائل ده كتير يعني ده انت كل ست ساعات بتفرز 150 كباية قد كده بتتفرز جوه المخ وبتطلع يعني لو الجمعت دي في اليوم الواحد هتلاقي أربع كبيات كانون ميا الجمعت جوه المخ وده رقم كبير جدا بيضغط جمد جدا على المخ فالنوع بقى اللي هو بيظهر مع الأورام بنسميه ابستراك في هيدوركيفرز زي بيجي في الأورام في الأطفال وخاصة اللي بيبقى عندهم حاجة بنسميه برينستيم تيومرز أورام جزع المخ أو الأمراض بتاعة الحفرة الخلفية من المخ اللي هي بستوري فوسة تيومرز دولة كلهم اللي هي بتبقى جوه المخ أو ساعات بتيجي في الأورام اللي هي بتاعة الحفرة الخلفية من المخ الجانبية بتضغط لحد ما تعمل تقفل المسار بتاع السائل النخاعي وده برحلها فده يسبب استسأة والاستسأة ده في حد ذاته لو هو مش ناتج عن الأورام بعد أبحاث ونتطمن ده له طرق علاج بقى طرق علاج إن إحنا ده مصل بيبقى في الأطفال ممكن نعمله بالمنزار نقدر نسلك القنوات ممكن بالمنزار نزود فتحة تساعد على الامتصاص ممكن تركيب سمام في المخ السمام ده عبارة عن تيوب أمبوبة كده تبدأ تاخد السائل الزيادة في المخ ونزله على التجويف البريتوني أو على الشريين أو الأوريدة اللي إحنا بنقدر نحطها سواء في الرقبة أو في القلب أو في البريتون بتاع البطن وبتخلص الموضوعين يعني القصة تبقى سهلة سائل زيادة إحنا صرفناه لكن الجزء الثاني اللي هو بيبقى مرتبط بالأورام لا التدخل بتاعه هنا جزء خاص بالسائل النخاعي والجزء الثاني خاص بالورم يعني أنا ممكن في البداية أقولك أنا محتاج أن أدخل عمل عملية الورم وأركب في نفس الوقت الصمام يعني ده مثلا نوع من أنواع التركيبات اللي بنعملها ده صمام بيبقى في المخ تبقى فتحة صغيرة حوالي سنتي كده وبييجي الصمام بتركبه في منطقة معينة في المخ بحيث أن الأنبوبة دي اللي إحنا شايفينها الأنبوبة دي إحنا شايفينها كده من بره لكن هي ما بتبقاش من بره هي بتبقى من جوة بتمشي بتتدكك تحت الجلد كده بمنزار معين لحد ما تنزل على التجويف البرتوني يعني هي ما بتظهرش وما بتبنش والصمام ده بيبقى له حاجة كده زي مضخة اللي هي بتنظم تصرف السائل النخاع عشان ما يتصرفش بشكل سريع لأنه لو نزل بشكل سريع ممكن يعمل نزيف المخ مرة واحدة يحصل بمادة الشرايين بعد انتغطها وده بيحصل في الأطفال كتير بتلاقي بعد ما عمل الشنط بدأ يتجمع له مسائل خارج المخ ما يسميه لهايجرومة أو يتجمع سابديورل نزيف نزيف خارج الأمة الجافية أو تحت الأمة الحنو ده اللي بيحصل بس هي عملية موجودة وبتتعامل ولها نزبة نجاح عليها جدا هي النقطة بقى المهمة بالوقت اللي أنا نفسي أن أنا أقولها الناس بتبقى مفكرة أن مجرد ما داخل وعمل عملية هيرجع زي الفل كلمة زي الفل دي كلمة صعب أو يعني إحنا لازم نبقى فاهمين أن ممكن أنا بعمل ورم حتى لو حميد ممكن يحصل فيه مضعفات أوارد ممكن يحصل فيه نوع من الالتهابات وارد ممكن يحصل تجامع دام ويبعدي وارد ممكن يحصل تشنجات بعد العملية وارد ممكن يحصل زيادة في ضغط الموقع ارتفاع وارد يعني كل الحاجات دي كلها لأننا نحن نتعامل مع إيش كبير مع موضوع مهم وخطير جدا فلازم نبقى فاهمين أن أنا بعمل عملية وبحتاج بعدها فترة من العلاج والنقاها والاستمرارية في المتابعة يعني ممكن يبقى أنا عندي الورم حميد بس فيه أنواع من الأورام الحميدة أنها قابلة للرجوع أنا ممكن في ورم في المخ أشيله مرة واثنين وثلاثة واربعة وما دلوش جلسات شعاعية لأن أنا لما بيجي لو ورم بقى يعني مثلا هنا ده ورم اتشخص بالأشعن ده ورم شايف فين؟ ده على المخ في المستيرو الأكس في الأسبت لا داخل ده على المخ ده كورتكال ده براية الأيريا بس الورم ضغط فاعس المخ إحنا بقى في العملية بنفس المبين المخ نفسه والورم وأجهزة معينة نبدأ نسلك ده من ده يطلع المخ بيبقى سليم تماما انتك لأنه ده نوع من الأورام الحميدة ده حميدة إنه لم يخترق الأنسجة بتاعة المخ نفسها طريقة الدخول والخروب بتختلف يعني ده ورم هو في الأشعة ده راني مغناطيسي بين أنه في ورم الورم جاي في المنطقة هو من الأشعة أقول لخبيث ليه؟ عمل حواليه ارتشاح جامد وجاي في منطقة يعتبر بنسميه يعني هو جوه المخ لما بندخل جوه المخ تلاقيه بقى إيه؟ في أورام مش لازم تكون حميدة قوي ولا خبيثة قوي في أورام في النص اللي هو الحميد اللي بممكن هتحول إلى خبيثة واخد بالحرق اللي هو بنسموه ديت برضو دي لها عدد مهمة قوي الاستقصال هنا بيبقى مهم جدا إن إحنا ندور إزاي هنشيله مش لازم كل الأورام نقدر نشيلها بفاتحة صغيرة إحنا ساعات بنحتاج إحنا بنحتاج نفتح الجمجم عشان نوصل في ناس برضو تهيالها إن كل ما حجم العملية دي تبقى عملية قديمة كبري يبقى دي عملية قديمة أو عملية وحش لا خالص الأورام بالذات إنت لما بتعامل معها لازم تعمل حاجة يعني عنصر أمان مساحة أمان إن أنا لازم علشان أبقى إيه أقدر أتحكم أنا في الورم لإن لو فتحت حت صغيرة والورم طالع كده وكده هعور المخ أنا فيه حق جزء مش هشتغل بيه حتى لو المنزار أعور بالمنزار كمان ما أقدرش أمشي في المسارات اللي أنا مفروضة بشايف الأورام لما بتبقى بره أو فيه في الجمجمة من الأمام بنفتح من هان فيه أورام بقى بنسمعها أورام الحفر الخلفية من المخ اللي هي بتاع البوسير فوس وقت بالله حرج لازم أفتح من وراء فيه ناس بتبقى مستغربة هو وراء من في المخ هفتحوا من الرقبة من الأفلي آه بكده ده الترجيكتور بتاعه والدخلة بتاعتي لازم تبقى من هنا بنفتح لحد ما نوصل على العضم ونبدأ بعد كده العضم بقى بأجهزة معينة نقدر نشيل من العضم العضم اللي بنشيله ده احنا بنرجعه تاني آه يعني يعني برضو عشان لازم أتفكرش بيرجع بنشيله ورجعه بنركبه تاني آه ويتخيط بيرجع بيرجعه 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 أو بساعات بنجيب له مايكرو بليتس الشرايحة صغيرة آه آه وساعات لما بنحطه كده وبنحط له مادة معينة كده بتلزق العضم آه بتلزقه ويرجع زواجه الطبيعي خالص وبينمو تاني في الحتة دي ما فيش أي حش كده والشعر بيرجع يتكون تاني يعني يعني الأورام بتاعة المخ آه دايما بن بن زي ما يقول كده بنبدع دايما في الحتة زي نفتح آه يعني ممكن يبقى الورم في المنطقة دي ما تخلوش من هنا لأن لو عملت فتحة في الجبهة هيبقى فتحة بسفجرين جدا ومشوة لأ ممكن أطلع من فوق من هنا وأبدأ أنزل لحد ما وصل عليه فدايما احنا بنرعي الجزء الجمالي ده في الموضوع آه ده ورم في الحفر الخلفية آه ممكن بنحتاج ساعات نحلق للعيان شعره وده بيبقى ساعات بيبقى صعب شوية في السيدات أو البنات بيقوم تدايقين قوي فممكن نفتح يعني الحلقة بتاعة الشعر أو إزالة الشعر بيبقى على قد المكان بتاع العملية فقط لغير ومتبار حدك وبيتم تعقيم هنا أهم حاجة بقى في القصة كلها التعقيم والظروف العملية العملية عشان تتعامل وتنجح لازم أوفر طبعا الجراحز والخبرة أوفر المكان اللي لهها أمكانيات أوفر مكان يكون فيه رعاية مركزة يعني الحاجات اللي كلها بتفرق معنا وكل ما بنبقى يعني بنشخص بدري بنلاقي حلول أفضل وأسهل وأحسن ونتائج بتبقى أفضل جداً للمريد كل ما نشخص بدري ورزالك دم هنتبههم جداً لأي حد عندكم في الجيد بيعاني منه صداع عنيف جداً يسحب الصبح ومصحي صبحه قبل ما عاد شغله أو في نص الليل ما بيستجبش المسكنات معاه قيء مفاجئ معاه أعراض تقل إيده تقيلة رجله تقيل فيه تنميل الزاكرة فيها حاجة اللسان فيه لكلكة في الكلام فيه مجال الرؤية فيه مشكلة وحب ينديم الجنب مش شايفه سيئة العربية بيعمل حد ستفها غريبة جداً هو داخل من بوابة الجراش روح واكل بكبوت اليمين البتاع اليمين الرفرف اليمين مش شايفه مش شايفه ليه لأن أورام الهدنة نخمية ممكن أن يأثر على مجال الرؤية لأنه بيأخذ حاجة اسمها القبت الكازمة تفاصيل كثيرة جداً في عالم الأورام كل دكتور في مصر في أي تخصص لازم يبقى فاهم يعني إيه برينت هيومر في العيون لأنه ممكن يروح له الدكتور المريض بمشاكل في الإبصار مش شايف برا فلازم يفاهم يعني إيه أورام الناس بتوع الآن في الوزن حنجرة رايح عشان بشم حاجات غريبة دايماً من أخير يشم حاجة لأنه الورم ممكن يستسير جزء في المخ يخليه شم حاجات مش لطيفة يروح لي عشان نفسياً أنا متضايق ومخنوق وباشتم في الناس وعصبي جداً فراح له دكتور نفسي ويطلع وراً في المخ كل دكتور لازم يذاكر ورانا هذه الحلقة نورت يا فدم شرفت وأسعدتنا كالعادة أشكراً بطر ضيف العزيز سوبرستار عالم جراحات المخ والأعصاب نفسي دكتور محمد صديقي هو دي مستاذ جراحة المخ والأعصاب والعامد الفقري وجراحات العامد الفقري بكل طب أصل يعني جماعة القاهرة عضو جمعية المصرية والعربية لجراحات العامد الفقري كان منورنا النهاردة في الناس الحلوة وكالعادة الحوار ده واحد من أهم حواراتنا بهذا الأشكوة خليكوا دايماً مجازاً هي عاملة حقنة بن جهاري من أربع سنين وجمدت أجنة والأجنة دي لغاية كم سنة ممكن تكون صالحة وعندها واحد واربعين سنة يعني الأجنة المجمدة ملهاش علاقة قوي بفترة الحفظ بتاعها قدية الأجنة المجمدة دي لما بيعد فكها أو الثوينج بتاعها إن احنا بتستعيد حيويتها تاني بنبدأ نشوف الجنين ده استعادة انقساماته تاني وبدأ يستعيد حيويته بنسبة قدية